موسيقى طيب خلينا كده نتكلم يعني اين كده نشوف احنا كنا بنقول ايه في يعني كويس لغاية ما نوصل النقطة اللي احنا وبفينا عندها ونكون تاني احنا بازيكلي بانا يعني يعني تو الكتورز بنتكلم على الهير او دفرنتي وانا تحسين القادم على الحفاظ لنير انهمجينيو زيجيوني واخذنا يعني مثال عليها أو يعني اللي هي الثاني 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 علشان تبقى اين هموجينيوس اللي في عندي هنا نسمي أو بنسمي و بنسمي و بنسمي أو كلها هي نفس المعنى الحاجة اللي اللي بتميز الright hand side أو driving force أو forcing term إنه هو only function في الاندبندنط parameter اللي هو ال x همام؟ احنا قلنا ال general solution general solution for that differential equation عشان هي second order بيساوي ال y homogenous plus ال y particular ال y homogenous اللي هو solution for the homogenous part as if I don't have a red hand side بيساوي ال homogenous solution for that differential equation plus the particular solution due to red hand side or due to driving force or due to المجموع المجموع الحاجتين دول will give me the general solution الكلام ده كان for any higher order differential equation حتى لو first order كويس نقول yh plus a plus yb كانت ال discusion بتاعتنا كانت كلها متركزة على إن أنا بحاول I'm trying to find the general solution كويس بأن أنا أجيب الأول homogenous solution for the homogenous part وبعدين particular solution كويس بطريقة واحدة خدناها لغاية الوقت اللي هي بنسميها the undetermined coefficients طيب خدنا لغاية تلوقتي في second order خدنا طريقتين كويس لل homogenous طريقة الأولانية اللي هي أول طريقة الحال second order differential equation homogenous linear كانت إيه أول حاجة ها يعني اسمها إيه reduction of order كويس بس reduction of order كان عليها إيه لازم فيه assumption أو given to me اللي هو إيه أن أنا يبقى عندي واحد من solution اللي عندي y1 وبيزدى عليها بقدر أجيب y2 بال reduction of order تدي أول طريقة كويس تانية طريقة كويس أن أنا I can find the two solutions اللي هو y1 y2 اللي هو بيسميهم fundamental solutions بس كان عندي condition تاني إيه الكنديشن التاني أن ال coefficient of the differential equation are constant يعني p of x والq of x ودول are constant تمام؟ بعد كده روحنا لل in homogenous problem روحنا لل in homogenous problem قلنا لو أنا عندي right hand side f of x كويس و I need to get the general solution يبقى إيه أنا فيه جزء لسه محتاجة أحسبه اللي هو اللي هو اللي هو denoted by yp فقلنا yp كويس we can find it using two methods كويس؟ المثود الوحيد اللي احنا أخدناها صفار هي اللي إيه؟ اللي نسميها المثود the method of undetermined coefficients كويس؟ بس كان عليها conditions برضو يعني إيه two conditions اللي عليها؟ على المثود عشان أقدر أستخدم المثود دي كان لازم عندي two conditions ايه هما؟ لا دي دي بنسميها دي هنقولها تلوقتي بس هنقصد الأول أنا رحت أنا رجعت وراء شوية يعني مش المحضرة اللي فادت المحضرة تنين لقبليها فانعايز ايه؟ أرجع أقول ام تستخدم the method of a undetermined coefficients عشان أستخدمها لازم يكون عندي حاجتين ايه أول حاجة؟ أيوة أول حاجة ان والحاجة التانية بالضبط ان اللي هي بتاعي يكون ليه شكل معين كويس؟ الشكل ده has to be واحدة من ثلاثة من ثلاثة من ثلاثة يا إما يا إما يا إما يا إما كويس؟ أو ايه؟ أو من الثلاثة كويس؟ والسبب في كده زي ما قالت زملتك يعني ان إيه؟ الف دي if it can be replicated under differentiation يبقى 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 أحد الاختيارات بالنسبة لي اللي تبقى مناسبة أن يبقى شبه دي بحيث أنه لم أعمل له ومرة وهو زي ما هو وعود في يطلع نفس الشكل هنا وهنا فقدر أعمل أطلع تعمل كده؟ تعمل كده؟ طيب وبعد منها رحنا الحاجة تانية مور صوفيستيكيتة حتة اللي هي قلناها مشوى اللي هي الإكسيبشنال كيسيز إكسيبشنال كيسيز نعم لأن أنا أنا ببتدي الأول بتاعتي بأن أنا بفرد مضروبها في مش عارفه ولاah cos are b sine مشعرف af e power ax ax squared plus bx plus c في x of 0 فنا مشعرف abc بذل Undetermined coefficient بذلовал yb اللي هي i don't know يعني ان advance فا يبطو بسوطة وقعدين أسمبل في وعمل سعين باشئة او that's y ومن أطلع Undetermined coefficient ماشى الحال؟ المرة اللي فات بقى بدأنا نتكلم على الحاجة اسمها إيه الإكسيبشنال كيسيز إكسيبشنال كيسيز كويس زي ما قالت زميوتكم من شوية أن أنا إيه أن أنا ممكن يحصل عندي كيس إكسيبشنال أو نسميها جليتشن ده ميسود كويس فالجليتشن يحصل إيه إن الواي بي كويس أو مش الواي بي الافوف اكس كويس اللي هي الفونشن الفوف اكس دي لما جي أعمل لها أكتب الواي بي اللي هي تبقى شبهها يعني بتاعتي إما إكسيبشنال أو كوسين أو ترونوميال ألاقي إن إيه ألاقي إن هي الافوف اكس يا إما هي واحدة من الواي اتش أو بارت منها كويس في ايه في بنسميها إيه يعني إنسامة اللي كده بنسميه فيه دوبليكيشن في دوبليكيشن ما بين واي بي واي اتش كويس فالدوبليكيشن ده مش إيه مش مطلوب كويس هيبقى في حاجة مش مظبوطة ليه لأنه هو لو في دوبليكيشن يبقى ما فيش ما يعني عدونا نكتب اتنين هيبقى هم حاجة واحدة وخلاص وبالتالي مش هتبقى مظبوطة قوي ليه لأنه الواي بي لو هو جزء من الواي اتش يبقى هو سولوشن للهوموجينيس بارت ويبقى في عندي حاجة يبقى زيرو بيساوي ايه بيساوي فونشن ففي الحالة دي قلنا ايه قلنا ابتدنا كده step by step قلنا علشان اقدر اوصل للحال بتاعي اه في الاسلائد اللي قابليها عشان اقدر اوصل للحال بتاعي كويس هعمل ايه هضرب الفة في اكس في ايه في اكس الاول كويس هضرب الفة في اكس في اكس كويس وأقول ده الواي بي واشتغل وأحاول أجيب أحاول أجيب كويس كويس أفضل أزود في الباور بتاعت الـ X كويس لغاية ما وصل وخدنا كذا على الموضوع ده يعني ماشي الحال كويس فإحنا كنا خدنا دي وحلنا عليها كذا يعني فيه قبل ده وحلنا دي كمان أوكي وبعدين وقفنا بقى الحتة إيه حتة إسكماتيك كده أو حتة حتة موديلينج هي حتة إيه السوبر بوزيش ماشي اتكلمنا فيها برضو كده يمكن يكون بسرعة بس إيه هعيد عليها تانية بسرعة كده برضو مرة أخرى انا اتكلمت أن أنا عندي الديفرينشال إكويشن إذ إيه وان أوف الميثود فور موديلينج إني أسيستم عندي سيستم كويس كويس يعني بديفرنت إكويشن واحدة منهم وفي بارامترز انصايد تا سيستم ار نوت تشينجينج أو يعني انتشينج زي وهمة البرامترز اللي هي انتشينج ديب تبقى هم بمثالة في الكوويفيشن بتاعت الديفرينشال إكويشن ودينا إكزامبل اللي هقولنا يأم في الار الالي سي سيركت تبقى هي الار والال والسي ولو هي في المسي سيستم تبقى الام والميو والك ويبقى اللي بيتغير بس للسي ده هو الامبوت والاوتبوت والاوتبوت هو كان ايه الفرس اللي هو ايه بالنسبالي في الإكويشن بقى اللي هي والاوتبوت هو اللي أنا ايه اللي هو الواي اللي هو ممكن يبقى ممكن يبقى يعني كوائس الحتة دي بقى بيتكلم اننا برضو حتة ايه ايه برضو اننا لو عندي بس السيسم ده عندي ودخل ودخلت له اسمه وجيت حسابة الطلع واي وي صب وابعدين رحت مدخله انبوت تاني اسمه فطلع لي اوتبوت تاني اسمه واي صب ج فانا ايه من ايه ايه انا عرفت ايه ايه انا بعد كده لو خدت اي من الانبوت ده مش محتاج اننا نحسب السيسم ده مرة تانية انا اقدر اطلع الانبوت right away as a linear combination من الانبوت اللي لكل different input ماشي بناكتبها بالشكل ده سببوز سببوز that we have a solution for a differential equation second order in homogenous linear كوائس yf is a solution differential equation d it means yf is a solution for differential equation when the input is g of x وديم بالك اللي ما تتغيرش ال a coefficients بتاعت البراوم نفسه ماشي اللي هي p of x و q of x تانية ما تغيروش ماشي طالما ما تغيروش يبقى ما ما غيرتش حاجة في الانترنال system في ال a في الفيزيكس بتاعته كويس في الانترنال structure of the system I didn't change anything I just change only the input كويس and consequently the output هي تغير كويس فالمساجي هنا ايه بقى اننا لو خدت linear combination من alpha f plus alpha alpha f plus alpha plus beta j اننا لو خدت linear combination من الاتنين دول كويس ال output بتاعته هيبقى linear combination من a من two output كويس equation الاولانية هتبقى اللي هي y double prime plus p y prime plus q y equals f كويس هيبقى solution بتاعها yf double prime plus y prime p plus p yf prime plus q yf equals f كويس طيب ولما يكون ال input بتاعها g of x هيبقى solution بتاعها هيبقى yg double prime plus p yg prime plus q yg كويس equal a g of x كويس فانا لو عايز اثبتنا ال theory دي او يعني ال statement دي كل انا عمله ببساطة ان انا هقول ايه ان انا ايه ايه كل ال هنا في alpha وكل ايه هنا بيت تعالوا كده نعمل ايه دي صح يعني ايه two two statement those are right مش كده مش كده عشان دي ده output تم يكون دي input ده output تم يكون دي input فانا هاضرب two equations ايه واحدة في alpha واحدة في beta نشوف ايه اللي هيطلع كده اكيد الناحية التانية دي هتبقى alpha f plus beta g ساعة ولا طيب هنا الناحية التانية هتبقى alpha yf plus beta yg double prime صح لو كده بتاع كده alpha yf plus beta yg كلها double prime هل هي هي ولا لأن alpha كونس هيبقى alpha هيكان ده second derivative على الصم ده alpha second derivative with respect to x yf يعني plus beta second derivative yg with respect to x twice ويبقى المنظر كده ماشي وبعدين similarly plus p الكلام ده prime plus q الكلام ده equal a ال red hand side اللي هو ده كويس فدي لما اجي عمل لها interpretation عشان نشوف ايه معنى ايه معنى ال statement دي ال statement دي معناها ايه معناها ال differential equation كويس اللي هي y double prime plus p y plus q y لما يكون ال input كده يبقى ال output سوري لما يكون ال input كده يبقى solution متاعي هو ايه هو الف y f plus beta y g وده بقى ال answer for that for that question اوكي وبعدين انا مش فاكر يعني احنا قلناها ولا بس يعني اصرنا بدي كذا جروب ف يعني لو عندنا اجزامبل زي كده ماشي مشاكلكم يعني ايه بتشوفها الاول مرة ولا ايه يعني الكلام ده الاول مرة طيب ماشي طيب فانت الوقت لو انا عندي ماشي نعم اثبت اللي فاتت دي اه انما يكون عندي من الانبوت كويس من الانبوت يبقى من غير ما احسب هو من الانبوت يعني انا عندي سيستم دخلت له انبوت كويس وطلع معين كويس بعدين دخلت له انبوت تاني اطلع ايه اوتبوت تاني كده فانا لو خدت الانبوت اللي انا دخلتهم دول دراب واحد والتاني والتاني ودخلتوا مش محتاج ان انا احسبه بقى اقول ايه هقول اللي تلعولي قبل كده هتبكل واحد منهم في الفا وبيتا ده السم ايه ده السم يبقى ده ماشي طيب فانا لو عندي حاجة زي كده وانا ايه ايه كويس فاحنا ايه ده ما اتفقنا دي كده ببص عليها لقيها صح جدا ده ده ايه ده مهم جدا انا كنتا الاول كويس من الحاجات اللي احنا درسنا عشان تشوف انا ايه ميكانيزم بتاعها هي بقى ايه تعملوا كده طيب انا اول حاجة بعملها بجيب الواي اتش فالواي اتش هتبقى ايه في الحالة دي هاخد اجيب الكاركتوريستيك بتاع تبقى لامدا سكورد ماينس لامدا ماينس تو ايكوال زيرو اطلع الواي اتش تطلع طيب السؤال البعد كده ماشي انا ايه عندي حاجة من الاتنين يا اما اعتبر ماشي ايكان اسيوم كويس ان الفونكشن بتاعتي اللي هي على هو يعني كويس كلها على بعضها ايه 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 كويس ويبقى ده هو ده الفونكشن بتاعتي اللي انا عايز اجيب لها الواي بي كويس وافرض الواي بي بي ده دول كويس واشتغل او اعمل ايه بقى حل تاني ان انا استفيد من 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 المسج دي او من الثير دي اللي هي تقول لي ايه ان انا ممكن اقسم كويس البروبلم بتاعتي الى كأنها مسألتين كويس المسألة الاولانية ان انا يبقى عندي امود بتاعي وحل اطلع الواي بي بتاعتي كويس وحلنا مرة كمان لما يكون الامود بتاعي اي باور نجاتف اكس واجب واجب واجمعهم على بعض يبقى ده الواي بي بتاعت اجمعها مع جبت الواي اي جنرال كده فاحنا هنمشي بالابرودش التاني اللي هو المفروض انه هو اللي هي احنا منيجي نتكلم في اي كويس المسألة ما بيكون اسهل حاجة او اول فكرة الانجينير او يعني ان هو بيفكر ان هو ايه انه دايما 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 يعني تقسم المسألة بتاعتك كويس اجزاء حل كل جزء لوحده وبعدين عمل ايه صام الكلام ده شوفنا في الانجبرا دايما اصلا اقرب حاجة هم كنا عندي ماتريكس كبيرة جدا كويس وحل بتاعتي كأنها بدل محل السيستم كله مرة واحدة احلها ايه سب سيستم وجمع بتاعي في الاخر ده طبعا ايه يعني برضو انجينيين وايز ايه يعني بري كومن وبعدين انت ما تيجي تاخد بعد كده هتلاقي ان ماتريكس كبيرة جدا مثلا هندرد ساوزن ان انا هتعامل معاها مرة واحدة كويس فلانا قدرت اقسمها كويس وتعامل مع كل جزء الواحد وبجمع السلوشن بتاعي بشكل معين يبقى ايه هيبقى افضل واسرع يبقى افشن انراجع بقى على الوضع وانحنا ماشيين الايه وهي الفونكشن اف اكس هل هي في اي دوبليكيشن بينها وبين الواي اتش مفيش ولا في في ولا مفيش مفيش ماشي اف اف اكس والا وهي هو اف او اكس اف او اف اكس قد بلك ولا انا بكلمتاله ها اروح هنا يعني اف او اكس ده اف اف اكس صحيح وانا عندي اف او اكس واي باور نيجاتف اكس فدول على دي كويس فأي كان أسيوم ان الواي بي في الحالة دي هيبقى في اي باور نيجاتف اكس الكونستان ده أجيبه ازاي زي ما قلنا قبل كده أخذ عام مرة واثنين وطلع على اي تطلع اي تطلع بكوارتر لو انت مذاكر لو انت كنت لو انت ذكرت الدرس ده كنت تقول لي طيب ما دي اول مسألة احنا حلانها مع بعض لو انت فاكرين ما ذكرتوش طبعا احنا حلانا دي اول واحدة في الاي في الجزء ده طيب والتانية اي باور نيجاتف اكس ماشي اي باور نيجاتف اكس اللي هي نيجاتف ثري اي باور نيجاتف اكس الفونكشن نفسها اي باور نيجاتف اكس اي باور نيجاتف اكس اللي هي اللي هو السكن تور مفراد هتلاقي فيه دوبليكيشن بين وبين بين الواي تو مش كده ففيه دوبليكيشن فلما فيه دوبليكيشن يبقى فأنا سأقوم بأسيوم كويس إن السلوشن يتيني لو هو YP2 هيبقى X E power negative X X E power negative X كويس وأحسبها إزاي أخذ برضو X E power negative X وعمل مرة واتنين وعمل أطلع اللي هي الأنون هيطلع في الحالة دي كام خلي بالك أنا إيه أنا اعتبرتها ثلاثة فطلع فطلع أخذوا ثلاثة أو أخذوا نقص ثلاثة في negative 3 يبقى 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 positive 1 فهجمع الاتنين على بعض يطلع ده خلي بالك هي بس أنت لما تيجي تحلها هتأخذ شوية يعني 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 الحاجات دي كلها حاول أي يعني يعني طيب برضو لو أنت مذاكر كنت هتعرف أن التانية دي كانت مسألة الوحدة ماذا فأنا مسألتين حطتهم مع بعض كويس واعتبرتها مسألة واحدة وحلت دي و دي باستخدام زي ما قلنا من شوية آه اللي أسهل كده أه عايزة تعمليها مرة واحدة هتبقى ممكن برضو بس هتبقى يعني في دي مش هتفرق قوي بس هتبقى عندك هتبقى عندي الواي بي هتبقى عبارة عن في الحالة دي هتبقى اي بلاس بي اكس اخذ عملها مرة مرة كمان هتبقى هتطول منك لا هتعتبرها بس انت هتاخد بالك ان التانية فيها إكسيبشن الكيس ما هو انت خلي بالك انت بدو لما تيجي تعمل إكسيبشن الكيس انت بتبص على كل ترم آه لا كل ترم اذا هو الواحده يعني فالأي في الترم الواحده اللي هو اي باور نجتف اكس مفوش مشكلة فهيبقى مضروف في كونستنت او في التانية اي باور نجتف اكس فيها ايه فيها دوبليكيشن فاقول بي اكس اي باور نجتف اكس فالدفرنشيشن مرة وان 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 هتبقى يعني هتخلي يعني شكل كبير شوية ماشي لو انت عادة تعمليها كده يعمليها بس ده احسن حاجة ده احسن هي معم ده بتاعت احسن ده احسن 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 ده احسن اللي انا عملته الضبط هو ليه ما فرقتش في الYH اه ليه اصد يعني انا انا مركز على الYP مش على الYH ليه ما عملتش ليه ما عملتش دول هنا عشان الYH زي ما هي والYH مرتبطة من بالبرامتر بتاعة السيستم وهي ما تغيرتش. تمام كده؟ طيب واحدة ثانية. دي لو انا عايزة اسمها اسمها ازاي. اول حاجة نجيب الواي اتش الاول صح? خلينا نجيب الواي اتش الاول. الواي اتش بكام? طيب عمدا سكورد مينس طول عمدا بلاس مينس ثري. يبقى عندي ثري وون ولا? ثري ونجاتف وان صح كده? طيب. طيب وهاسمها ازاي بقى فوق? اخد اللينيور ترم الواحده يوم لا هو فور اكس ومينس فايف. كويس. و اكس ايه الواحدة. طيب. فور اكس مينس فايف. ايه ليس عملة ايه. يبقى ايه. تبقى ايه اكس بلاس بي. كده. ايه اكس بلاس بي. اعمل لها مرة اثنين. تطلع في الاخر كده. انا مادي الفينال انصر يعني هتاج انت اي باود الجارة. طيب. التانية بقى اكس ايه اكس. اكس باور اكس ما فاش ايه مع الواي اتش. صح كده. فهجب لها ال-YV as we discussed before فال-6X دي اعتبرها ايه CX plus D وال-E power 2X اتفضل E power 2X اتفضل CX plus D E power 2X برضو اعملها مرة واثنين وإيه وحل طيب هنا ايه الفرق ما بين دول واللي فاتوا بقى فرق وحيد بس انفيه ال-YV هيبقى ايه الحاجة اللي محتاجة عملها زيادة بعد ما خلص اه نطلع على ال-C1 وال-C2 انا اعوض بالإيه بال-YV ال-YV اللي عندي واطلع ال-C1 وال-C2 تمام كده فدي مفهاش مشكلة تعالوا كده نعمل بسرعة كده ال-Lambda squared هتبقى ايه ال-Lambda squared plus plus one مش كده فيبقى عندي ايه sine و cosine كده تبقى ايه sine زيادة B cosine طيب وال-Four X A و X plus B فانا برضه هاسمها مسألتين هقول ايه ال-YH الاول كده ال-YP1 ما فياش اي مشاكل قاس لان ايه لان ال-YP1 هتبقى مرتبطة بال-Linear term وال-Linear term ما فيش اي دوبليكيشن بينه بينه بين السين والكوسين فهتبقى X plus B هطلع ال-A هطلع ال-AX plus B تطلع Four X في الحالة دي التانية بقى هتلاقي فيه مشكلة ليه بقى عشان انا عندي ايه انا عندي ten sine ماشي ده الايه ده اللي هو ال-Homogeneous solution فيه sine ماشي كده فانا ايه لما باجه افرد ال-YP1 ال-YP2 هتبقى ايه ال-YP2 المفروض العادي هقول كده هقول ايه كوسين بلاش ايه بقى هنقول لي C cosine plus E sine ساعة كده بس ايه لما اجا بص على دول هلاقي ان فيه duplication كويس مع مين مع sine مش كده فانضطر اضرب ايه كل ده اضربه في ايه في اكس بقى CX كويس و اي ايه و اي اكس ساين كويس هنا ايه هتبقى بس ايه يعني ال-Bloblem هنا هتبقى أصعب شوية او مش أصعب هي هتبقى أطول شوية في الايه في السيمبليفيكيشن ان انا محتاج اعمل لده مرة مش كده وبعدين مرة كمان وبعدين اخد الكلام ده كله و اعوض به في و اقارن بال انا متوقع ايه و انا بحل لحاجة اللي انا قلتها لكم المسلج انا قلتها لكم ان ايه تعالوا كده نشتغل كده شوية نجي نعمل لدي كويس C كويس هتبقى X X sine بالنغتف مش كده عبتح براكت الاول C و عبتح براكت X cosine اقول للX في الدريفتف بتاع الكوسين تبقى negative A negative sine plus cosine في الدريفتف بتاع A X ب1 plus D X cosine plus A plus sine مرحبا Y A Y prime مرحبا Y prime في المسألة مش كده مرحبا يعمل Y double prime تبقى C و عبتح براكت برضو مرحبا دي استلل A دي استلل دريفتف بتاع دي استلل دريفتف بتاع D بس دريفتف بتاع دريفتف بتاع Y double prime plus Y طيب مجمعات هنا على بعض هتساوي ايه بقى اخد C و افتح براكت و احط الحاجات المضروبات في C نعم نعم اه سوى ناجتف C كوسين كويس و دي ايه و دي ناجتف X كوسين ايه اللي حصل ده دي اللي انا كنت السؤال اللي انا سألته من شوية ان ايه لازم الحاجة اللي فيها الاكس تعاون كامل بس ايه قبل ما نجنراليز ماشي فدي راحت صح كده هتبقى مين هتبقى دول بس صح كده ولا ايه اللي هي اتنين صاين ماشي كده اللي هي دي بس صح طيب في حاجة تانية نسميها دي نيجي اللي اديه بقى اديه ماشي عندي هنا ايه اكس صاين وهنا اكس صاين برضو ايه اللي حصل برضو ايه سوى هتبقى ايه هتبقى ايه هتبقى اثنين كسين ايه كسين اكس بتسوي كامل احد تانية انا واخد ايه واخد وي بي تو مع ايه مع التن ساين صح تن ساين يبقى كده عرفت ايه عرفت السي والدي صح السي هتطلع بايه بنجاة ال 5 والدي هتطلع بزيف ماشي كده طيب لو دي يعني يبقى في عندي مشكلة ليه لان هي لو مراحتش خالص كويس لما اجعمل هيبقى عدد هيبقى عدد هيبقى اكتر من عدد خلي بالك عشان دي دايما بتحصل لو انت عندك ايه هنا ايه غلط كويس بيحصل ايه لو طلع عدد اكتر من عدد يبقى فيه كويس لانه لازم يطلعوا يعني 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 عدد يعني يعني عدد عدد طيب فتطلع كويس اعود هنا تبقى اكتر من عدد اكتر من عدد ودي راحت يبقى سلوشن التانية اكتر من عدد اكتر من عدد اكتر من عدد لسه في خطوة بقى كمان ايه هي بقى ان انا اعود بالاية بالانشيال كونديشنز كويس عند ايه عند باي ناشي البي الكوسين عند البي بكام بنيجاتي فون نيجاتيب نيجاتيب تبقى 5 باي و 4 باي تبقى 9 باي معي ولا 9 باي ودي راحت ماشي يبقى سي 1 بالنجاتيب بتساوي 9 باي يبقى سي 1 بكام اه عشان هي بزيرو هيبقى سي 1 بتساوي 9 باي ماشي سي 1 بـ 9 باي اللي هي دي مش كده التانية بقى محتاجة شغل شوية محتاجة عمل في الاول بعد انا اعوض هتاخد مني وقت شوية ماشي الحال طي نعم يبقى فيه غلط لا هو انت ايه؟ هو اصلا كانت سي و دي اصلا ماشي؟ هي الاكس مش الانون الانونز عندي هما الاندترمن كوفيشنز فالاندترمن كوفيشنز هما سي و دي كويس فكلا ما عندي تو انونز بس سي و دي يبقى انا لازم اطلالي تو اكويشنز كويس لو دي فضلت لسببا او لاخر يعني يبقى فيه غلطة عندها رجع رجعها لازم دي تكانسل اوت هي ايه؟ لو فضلت كان هي ايه اللي هيحصل؟ كان هيبقى فيه عندي ترم في الليفت هنصايد اسمه اكس كوزاين في حاجة طيب لازم اعملكم بارزم مع الراية هنصايد فالراية هنصايد مفيش اكس كوزاين في حاجة يبقى النحي الحاجة التانية بتاعته بكام؟ بزيرو يبقى السي تطلع بزيرو مرة من اكويشن وبتطلع بنكتب 5 مرة من اكويشن تانية في ايه؟ فيه كنتردكشن او فيه انكنسيستنسي يبقى فيه حاجة مش مزبوطة ماشا الحال؟ طيب هنا ايه الزيادة تفتكروا؟ ايه الحاجة اللي انا يعني عايز اقولها هنا؟ انها ممكن تبقى هاير اردر بلس لامده سكورد ايه القيم بتاعت اللامده بقى؟ هما ثلاثة صح؟ اه زيرو وزيرو ماشكده؟ وكام؟ وناغتف بون كويس؟ يبقى الواي اتش هيساوي؟ هم؟ سي واحد اي باور لامده اكس واللامده بزيرو يبقى اي باور زيرو يبقى وان بسي وان طيب بلس سي تو كويس؟ اي باور لامده اكس ماشي؟ بس اللامده دي زي اللامده لقبليهra فيطلع نفس الكونستان ماينفعش فاعمل اي اي؟ فاعمل دريفاتيف ودريفاتيف 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 تولامده وبعدنا ستبستيطيوش يبقى في عندي اكس زيادة صعاكده؟ وبعدنا الأخرى انها مفادش اي مشاكة تبقى سي تريي باور ناجاتيف اكس صراكده؟ هم ك 하면서 اتبقى بعمل دريفاتيف ودريفاتيف ودريفاتيف تولامده برضو دي حتة في اللينية الارجيبراية ما كنا عندي برضو ملتبليستي كويس بقامل دريفتف و تريس بكتول ايجن فاليو اللامضة وبعدا نعود بالايجن فاليو تعمل كده وبعدين اكس اي باور اكس كوسين الواي بي هفرده ازاي اي باور اكس كوسين اقول اي باور اكس كويس بافتح براكت دي متاعش حاجة خالص دي صح دي سهل خالص متاعش حاجة شكملها بقى ماشي ماشي دي بقى اللي ممكن ايه النقش مع بعض تعمل كده النقش دي مع بعض هي شبهها قوي يعني دي ايه دي فورث اوردر صح ها فورث اوردر هيبقى لامضة كيوبد ايش كده سوري لامضة بور فور بلس لامضة كيوبد ايقوال زيرو برضو نفش اللي ايه شبه اللي فاتت هيبقى في عندي زيرو 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 و نيجاتيب وان باور كده هتبقى الواي اتش هتبقى ها سي وان بلس سي تو اكس بلس ايوه بالضبط اي فور ناجاتيب اكس سي فور اي فور ناجاتيب اكس ماشي الحال طيب نيجى بقى الايه للرايد هان سايد الواي بي خلي بالك بقى خلي بالك واي بي ماشي عايز تكتبها مرة واحدة ماشي عايز تقسمها ماشي خلينا نقسمها واسيبك ان تكمل بقى ماشي نا مش هنقسمها يعني هنسبها زي كده الواحد الواي بي هتبقى ايه بدل الواي بي هتبقى ايه بدل الواي بي هتبقى ايه ايه صحي والله ما هو ايه الواي بي هتبقى بدله ايه طيب بلس كويس الايه ال اكس سكورد اي باور ناجاتيب اكس هتبقى بدلها ايه había بدلها بي اكس سكورد باوت اكس بلاس دي كويس في اي باور ناجاتيب اكس نصع كده ده اللي انا هكتبه لو للطريقية الكبيرة ل pleasing كل ممكن نعمل فيه يمكن نعمل فيه كل ترم باية طالما يعني اصد ايه هشوف ال ايه لوحده الاول فيها معرفقة ولا اشوف ازاي وبعد اشوف دي كلها الابعضها ماشي واشوف بتاعها فيه معرفقة ولا اوشي ماشي يلا خطوة خطوة بقى دي ايه كويس فيه وان فده فيه مع السي وان ماشي ما ينفعش يبقى حط ايه أضع X حطيت X فهي duplication مع C2 أضع X² فهي duplication مع A يبقى تبقى X3 مرحب الثانية A power negative X في A power negative X في constant في واحدة فيها constant طيب ولتين الثانيين مفهومش أي duplication فمفهومش مشكل بس دي فيها مشكلة أعمل فيها إيه؟ أضربها كلها في X ما نفعش تضرب دي لوحدها بس في X لو ضربت دي لوحدها في X فأنت غيرت الشكل البرونوميال اللي هي original اللي أنا بادي بيها فأنا هضرب البرونوميال كلها في X لو ضربت دي بس في X كويس يبقى أنت كده ما بقوش ما بقوش CX plus D بقيت C plus D في X فالC plus D ما هو إيه؟ بقى وانا وان برامتر بس فأنت كده في عندك one degree of freedom اختفت ماشي فأنت كده بكده بإيه؟ بتreduce the problem which is not right ماشي أنت هابتو كيب ذا إيه؟ ال number of freedom زي ما هي فتحط دي عشان ترموه في كل البرامتر دول بنسميهم يعني أنا في الآخر ايه؟ المفهوض في الآخر يبقى عندي how many equations واحد اثنين ثلاثة اربعة أربعة equations كويس؟ فأنت لو حطيت دول مع بعض كويس؟ هيبقى في عندي ثلاثة برامتر بس هما اللي أنا ما عرفهمش بس هيطلع لي برضو أربعة equations هيبقى عدد ال equations أكتر من عدد تبقى inconsistent نفس القصة بل من فهم يا جماعة؟ دي جزة فريدة مالها؟ اه مهو انت حاولي بقى تلينك الحاجات ببعض انا هحاول برضو يعني انا بحضر لكم كده شوية ايه؟ شوية practical problems كده بس مش هحلها يعني هقولك دي مسلاً دي اسمها يعني عمل لها modeling وهسابها كده عشان بس تتبقى ايه؟ تلينك معاك في موضوع المعايا البروجيكت وكده ماشي؟ يعني هدي بس مقدمة صغيرة كده عن المحاضرة اللي جاية ونكمل المرة الجاية ان شاء الله تلوقتي احنا ايه؟ احنا اللي خدنا صفار ان احنا عندنا الـ كويس؟ بس كان عليها بعض الـ طيب لو مش لو هما مش هعمل ايه؟ فيه طريقة فيه طريقة تانية بقى مور جنرال بنسميها كويس؟ طيب البروجيكت بس مقدمة عنها يعني ازا قدرت تخلص ونحل المرة الجاية هشوف كده الدنيا تمشي ازاي؟ كويس؟ كويس؟ هو الموضوع بيزيكلي بيبقى مرتبط بايه؟ انا تلوقتي ايه كاز معي عشل حتة دي فيها ايه؟ فيها شويه تركس كده كويس؟ انا عندي الـ انا عندي الـ بحالة في حالة خلي بالك عشان ايه؟ انا ه وفي اخر المحاضرة مش المرة دي ممكن المرة الجاية هقول لك طب ايه اللي يحصل لما يكون وانت تحاول تجنراليز في حالة الانت ركز في العشان تعرف فين الحتة اللي هقدر اعمل فيها جنراليزاشن فالي اتش هتبقى طيام كده أنا عندي هنا عايز اجيب طيب أنا هنا أنا في أنا حاطتهم في حالة أنا حاطتهم هنا مع بعض يعني ايه وممكن يبقوا أي حاجة والحاجة الثانية ان الف مش واحدة من اللي هي كان بيه يعني عايز بيه المثال كل دي كانت بيه فما قدرش تستخدم أول ما تشوف بتاعك في حاجة غير اللي احنا قلنا عليها دي في حالة الكيسز اللي فاتت دي يبقى ما تنفعش فيها لازم اشتغل بدي طيب طيب احنا ايه الابجكتف بتاعي الابجكتف بتاعي كويس اول حاجة ان هي تبقى لينيالي اندبندنط على الواي اتش دي اول حاجة وثاني حاجة ان هي تبقى solution to the different in homogenous differential equation يبقى الواي بي كويس انا ايه محتاج ان هي تبقى اولا لينيالي اندبندنط على دي كويس وكمان تبقى solution لدي تبقى اول خطوة كانت ايه اول خطوة كانت ايه انا كان عندي ايه كان عندي y1 وعايز يجيب y2 يتساوي u y1 وطلع 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 انا هعمل حاجة بس انا مرة ايه بقى انا عندي yp وعندي two functions i need to find i need to make sure ان هما they are lineally independent على yp مش ايه مش function واحدة بس انا كان عندي واحدة وعايز يجيب التانية انا عندي واحدة وعايز عندي ثلاثة عندي منهم اتنين وعايز يجيب التالتة ولازم التالتة تبقى الاندبندنط عليهم هما الاثنين فهاتطر اعمل الاتي بدل ما تبقى u y1 هتبقى v1 y1 plus v2 y2 وبالنسبة لي v1 و v2 معرفهم شلس مرحي فانا هنا عندي ايه؟ الموضوع بقى ايه؟ more complicated شوي كويس طيب يبقى انا شلت اللي هما c1 و c2 وحطت functions v1 و v2 و v1 و v2 و i need to get those two functions such that طبعا لو هما functions يبقى هما على طول ايه؟ linear independent على y1 y2 كويس؟ هيبقى فاضل بس حاجة واحدة بس ايه هي؟ ان انا لما اخد دي وعود بها في differential equation I need to satisfy طيب 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 ايه الحاجات اللي انا مش عارفها؟ نعم اه ما هي لو واحدة مش function تبقى ايه؟ اه عليها يعني نعم هتبقى في واحدة مع واحدة منهم يعني طمام؟ طيب 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 ان انا لدي ان انا لدي two unknowns two unknowns وانا لهم وانا لدي two unknowns يبقى انا two conditions صح او لا عشان two unknowns عايز two equations صح او لا عايز two equations حتى لو كانوا functions يعني طيب انا في واحدة عارفها من الاول اللي هي مين ان انا لو خدت دي عوضت بها في differential equation دي وسويتها بF of X فده كندش فده كندش فده كندش فده كندش فده كندش ماشي نعم لا سويها بالايه سويها ما دي واي بي واي بي يعني ايه اللي هو particular solution for the un-homogeneous problem كويس فان هاخد ال واي بي وسبستيتيوز في ال differential equation دي انهومجينيس كويس وتبقى ده ايه ده كندش كويس ايهاف تهاب another condition ايهاف تهاب another condition عشان اقدر اطلع ال V1 وال V2 اتروايز مش هقدر اوصل لحاجة تبقى انا وانا ماشي في الاناليسيس كويس ايهاف ت امبوز another condition كويس على ال V1 وال V2 علشان اقدر اوصل للسلوش مرة تانية دي حاجة دي مهمة اوي كويس انا تلوقتي عندي 2 unknowns ماشي هما 2 unknowns function V1 و V2 كويس طيب ايهاف تهاب 2 equations عشان او 2 conditions 2 conditions او 2 equations عشان اقدر determine او يعني يعني افاين او افاين ال V1 وال V2 كويس لازم 2 equations 2 unknowns كويس فانا في عندي equation انا عرفها كويس اللي هي مين اللي هي ال original differential equation ال in homogenous فانا لو خدت دي عشان عشان دا يبقى solution it has to have it has to satisfy ال in homogenous problem فدا A one condition كويس during the analysis I have to impose another condition كويس على V1 وال V2 such that ان انا اقدر اجيب A ال values بتاعته ماشي الحال طيب فهنعمل ايه بقى اول خطوة اعمل مفروض نعمل differentiation مرة واثنين وعوض مش كده طيب فنعمل differentiation اول مرة YP prime YP prime كويس هاول ايه V1 Y1 plus V1 dash Y1 دي اول واحدة ماشي ماشي الثانية زياب الزبط V2 دي prime ماشي V1 V1 Y1 prime plus V1 prime Y1 صحيح كده والتانية تبقى زيابة V2 Y2 prime plus V2 Y2 prime Y2 ماشي ماشي هعمل هنا ايه هعمل grouping بشكل معين هاخد ايه هاخد الحاجات اللي فيها V1 والV2 without derivatives without ايه كويس تبقى ايه V1 Y1 prime plus V2 هيا خط دي بس تبقوا متابعين معايا خط دي كويس ود ايه ها اول ترمون كل برقت V2 y2 prime plus الواضح دي بس تبقى بس تبقى دي بس تبقى دي بس تبقى دي بس تبقى طيب انا تلوقتي ايه انا ها امبوز another condition اللي انا كنت بس اللي انا لست كنت قيل عليه من شوية بس الكون ده هيبقى ليه اكتر من فايدة بس اولا هو هيبقى condition يخليني اقدر اطلع الواضح والتاني حاجة هي بس تبقى بس تبقى انا تلوقتي الحاجة اللي موجودة في موسيقى بس بك voila انا لو انت في امع اخبى هتتفك بحاجة انه يبقىทه انا في امع مرة ومرتين بس هنا هتبقى مش كده فانا هعمل ايه بقى بص بقى معي ان ده هحطه بصفر بش هتفهم تلوقتي معنى الكلام ده في الاخر بس ايه انا هحط ده بزيرو كويس وهكتبه على جنبي كده ان انا عندي ايه ان انا عندي برايم واي وان بلس بي تو برايم واي تو ايه ايه كويس فلما حطته بزيرو انا كده عملت المبوزنج الكونديشن من عندي كويس بس الكونديشن ده هيبقى مفيد في حاجتين اولا هيسيمبلفاي الاناليسيس بعد كده later on وسانيا هيبقى هو الكونديشن التاني اللي انا بدور عليه عشان احلي به الايه الانونز فونجشن اللي هما البي وان والبي تو كويس تعالوا نكمل الاخر كويس وبعدين نصمر ايه الكلام ده لا انا الوي جنرال ده 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 بتاعي في الاخر يعني ايه انا كل ده بحاول اجيب دي عشان اجمعها لدي وقول الجواج جنرال بتتسوي كذا فانا ما عرفش ده انا عارف الوي اتش انا عارفه اه بس مش عارف دي انا بدور على دي تلوقتي لا مش عايز انا عايز اجيب علشان قدر اجيب دي عشان احل دي ما عنديش الجنرال سلوشا انا لسا ما عنديش الجنرال سلوشا ما انا عاوض فعلا ما انا عاوض في دي ازوري بس الاخر ماشي الحال طيب همسك دي ونعمل لها مرة كمان ي بي دابل برايم متسوي كويس كل واحد هتفك اتنين بولو تبقى في وان وي وان دابل برايم بلاس في وان برايم وي وان برايم بلاس التانية ستبقى دي تو وي تو دابل برايم بلاس دي تو برايم وي تو برايم عندي ايه عندي وي دابل برايم وعندي وي برايم وعندي مين وعندي وي كويس التلاتة دول واحد اتنين ثلاثة كويس هخوضوا معاوض بهم فين في الديفرانشيال الوريجن كويس كده طيب انا همس حديث الوقتي ويس انا خطاها على جنب هناك ايه الزيرو اللي انا قلته ماشي طيب انا عندي زي ما ايه زي ما عملنا قبل كده في الايه في الانالسيس التاني قولنا ايه قولنا الواي بي كويس هتتضرب في كيو جي هتتضرب في كيو والواي الواي داش هتتضرب في ايه في بي ماشي كده بيو في اكس دي كيو في اكس والواي دابل برايم مضروبه في ايه في واحد ماشي هنجمع بقى الحاجات اللي مع بعض بص معايا بقى اعمل ايه كويس هاخد الحاجة اللي فيها في واحد كويس ناخدها ايه مع بعض ماشي ده في وان كويس اكتب ايه بقى اول حاجة واي وان دابل برايم من تحتها امشي من تحت الفوق كويس بلاس بلاس واي وان فرايم بلاس كيو واي وان خلاص خلاص كده الفي وان يبقى ايه يبقى ده وده وده راحوا خلاص ماشي الحال طيب نمس على ده شغلين على ده وده وده ناخد من نفس الكلام بس مين بقى الفي 2 الفي 2 تحتها شغلتين واحد اثنين ثلاث خلاص يبقى بلاس الفي 2 كويس من تحت الفوق بلاس تبقى وي 2 دول برايم اللي هي دي بعدين بلاس بي وي 2 برايم بلاس اخر واحدة كيو وي 2 ماشي كده طيب دي خلصت خالص انا خدتهم الاثنين خلصوا خلاص وخدت كمان اثنين دول ماشي وخدت اثنين دول فاضل بقى ايه اخر اللي هما الاثنين اللي في الاخر اللي هما يكتبهم كده بلاس كويس بي 1 برايم وي 1 برايم بلاس بي 2 برايم وي 2 برايم بتسوي كمان نحن تانية f of x معاي كده طيب بص معاي بقى عمل ايه ده بزيرو وده كمان بزيرو ليه ده بزيرو عشان وي 1 is a solution solution صعا solution الهوموجيني سبارت ماشي كده والي 2 is a solution برضو الهوموجيني سبارت هيتبقى نكتبها مع الفوق نكتبها مع الفوق يبقى عندي v1 y1 plus v2 y2 equal f of x عندي two equations and two unknowns اقدر اجيب v1 و v2 ومنها اقدر اجيب v1 و v2 يبقى كده خلصت كده يبقى الهوموجيني ده الهوموجيني اللي هو الامبوزينج during the analysis وده اللي نتج نتيجة الامبوزينج ده اكتبها كأنها system matrix هيبقى ايه اللي انا عارفه و ايه اللي انا مش عارفه اه انا الحاجات اللي انا مش عارفها اللي هو v1 و v2 صح كده واكتب هنا ايه اكتب هنا y1 y2 y1 y2 y2 و ايه اللي انا عارفه من يقولي من ده الـ بالضبط ده الـ رانيسكن ده الـ طبعا ده مش الـ ده الماتريكس بس انا عشان اجيب الـ بتاعه هيطلع رانيسكن طيب انا عشان احل ده كويس عشان اجيب v1 و v2 ده ايه في طريقة سريعة اسمها اللي هي فحاحة فحاحة كرامرز luggage كرامرز luggage سيقولي على ماذا كده الـ بتاع اللي تحت اللي تحت اللي هو اسمه ايه اسمه الدابلو ماذا كده هو الدابلو يعني اللي هو ايه الدابلو الدابلو بتاع Y1 Y2 Y1 Y2 Y2 صحيح وهكتب هنا W1 مين W1 أكتب هنا 0f twice y2 y2' واتبقى ال-b2' هتبقى ايه؟ هتبقى w2 على w مين w2؟ نفس الهاتف كان بس ايه؟ هتبقى y1' 0a 0f دي لما اختصارها سهل لقوي تطلع negative f y2 وده تطلع ايه؟ تطلع f y1 كده? طيب انا ما خلصتش لسه لان انا اقول ايه هتبقى ايه? هتبقى الانتجريشن بتاع الكلام ده بالنسبة للدي اكس. والفي تو بتبقى الانتجريشن بتاع الكلام ده بالنسبة للدي اكس. ماشا الحال? خلاص احنا هنقف هنا بس ايه? احواريك بس الفورمولاز الاخرانية. ده كل الانانسس. انا مش كاتب الانانسس في الاسلاسية موجودة في الكتاب. وانا عملتها للبورد. كويس? والانانسس ده مطلوب منك يعني. فدول احنا وصلنا لهم. كويس. وبعد انا حلها بكرامرز رول. فتطلع الايه? البي وان كده. والبي تو كده. اه. دول هيبقوا بالنسبة لكم برضه. ماشا? ناخد بسألة المرة الجاية بقى. ماشا? طيب. اه الحاجة يعني انا يعني هعيد على دي تاني مرة تانية كده بسرعة المرة الجاية. وهحل وبعدنا هندسكس الهاير اردر. هدسكس بتاعنا اقول لكم يعني ممكن تعمله ايه? وانت فكر بقى فيها. الكور كله في الايه? في الحتتين دول. في دول. شكرا يا جماعة.